يقود وفد الاتحاد البحراني للسيارات والسنة الثانية على التوالي بإدارة وتنظيم جائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورميلا 1 والذي تصدفه العاصمة باكو في الفترة من الثانيث والعشرين وحتى الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري تحدي جديد يأخذه أبناء البحرين من قلب العاصمة الأذربيجانية باكو في أولى أيام استضافة جائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورميلا 1 والتي تستمر منافساتها حتى يوم الأحد الغادم على مضمار مفتوح ما وصلت له البحرين بتنظيم سباقات الفورميلا 1 السنة الماضية كنا نحن 250 شخص تقريبا ينظم سباق باكو طبعا تدريب وإدارة السنة حسب العقد اللي بيننا وبينهم العدد المفروض يكون 100 شخص طبعا هذا يروي العالم أن مملكة البحرين وصلت لمستوى أن بإمكانها ترفع بمستوى رياضة السيارات إلى الأعلى وهي طبعا شيء نفتخر فيه الشباب البحرين يفتخر فيه استعدادات اتحاد السيارات لتنظيم هذا الحدث الرياضي الضخم بدأت منذ العام الماضي من خلال تريب وتأهيل منظمي السباق في السباقات الدولية والعالمية التي أقيمت بالمملكة حيث يبذل الشباب البحريني جهودا جبارة في تنظيم وإدارة أكبر سباق عالمي من خلال الخبرة الواسعة التي يمتلكها أبناء البحرين في هذا المجال فوجود العنصر النسائي في المارشل أو في كل سباق سباق البحرين أو سباق أذربيجون وهو شيء صاير بعد من الأساسيات لأننا صرنا ما نفرق فأول شيء وجود العنصر النسائي أو وجودي أنا هو فخر لي أن أنا رفع اسم ديرتي لكن في نفس الوقت أننا غير أننا رفعين اسم ديرتنا نحن نساعد العنصر أو الأعضاء الأذربيجونيين نحن نرفع اسم ديرتهم بعد في إنجاح السباق إن شاء الله التجارب السابقة التي خضها البحرينيون في مجال تنظيم سباقات الفورميلة واحد عالميا جعلتهم محل ثقة وتقدير في تدريب وتنظيم هذه الفعاليات الرياضية وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة لهذه الرياضة العالمية وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد العزيز الذواني مساعد رئيس سباق الفورميلة التوم مساء الخير أستاذ عبد العزيز بناية ما هي أهمية هذا السباق؟ ألو أستاذ عبد العزيز نعم هل تسمعوني؟ أتفضل لي ما هي أهمية هذا السباق؟ طبعا ما في شك هذه السباق مهم لنا إحنا كبلد كبحرين يعني وجودنا في سباقات خارج مملكة البحرين يدل على أن البحرين الحمد لله قطعة شوق كبير في أنها باستطاعتها تنظم سباقات خارج مملكة البحرين مو بس في مملكة البحرين وتقدر كفاءاتها وخبراتها إلى دول أخرى طيب ما هي أهم الأسعادات لإقامة هذا السباق العالمي؟ نحن طبعا مستمرين مع الأخوان في أذربيجان من العام الماضي من بعد سباق الفورمولا وين في البحرين وإحنا معاهم في برنامج تدريبي على مراحل بعد سباق العام الجائزة أوروبا الكبرى الذي كان مقام في أذربيجان استمر التواصل معهم واستمرت الاستعدادات والبرامج التي هي تجهيز الفريق على أساس أن الفريق أذربيجان هو الذي سيستلم المعام في سباق هذه السنة الذي هو في أذربيجان والفريق البحريني سيكون موجود معهم كاستشارة وكدعم على أساس أننا لو أهم احتاجوا أننا نساعدهم أكثر يمكننا ندخل في الأمور التي يحتاجونها فهو برنامج نستمر على مراحل وإحنا الآن الحمد لله في المرحلة النائية والتي هو السباق نفسه نعم طيب الأستاذ عبد العزيز الدواني ومساعد رئيس سباق الفورميلة شكرا لك